يكاد الأسبوع الأول منذ التوقيع على اتفاق الرياض أن ينتهي فترة كافية لمعرفة كيف تسير الأمور على الأرض متصلة بالترتيبات الأمنية التي تمهد لعودة الحكومة إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن لكن ترتيبات كهذه لم تبدأ بعد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك شدد في تصريحات لصحيفة سعودية على أن ترتيبات عودة الحكومة إلى عدن هي المهمة الأولى التي تل توقيع اتفاق الرياض وعلى أن هذه العودة يجب أن ترتبط بخطة قال إن حكومته وضعتها في ضوء قائمة أولويات لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة إلى جانب حزمة إجراءات وتدابير عاجلة تلامس حياة المواطنين وتعيد حضور الدولة تصريح يشير بوضوح إلى الجوهر الأمني للأولويات والتدابير من جانب الحكومة في وقت يتمسك فيه الانفصاليون بتدابير من شأنها أن تحول اتفاق الرياض إلى مكاسب سياسية فورية لمشروعهم ذي الطبيعة الانفصالية مجموعة الأزمات الدولية وفي مقال تحليلي أعده الخبير المتخصص بالشؤون اليمنية بيتر ساليزبري لا فاتت إلى إشكالية كهذه بإدراكها أن اتفاق الرياض لا يحدد أيما ترتيب معين يتعين على الأطراف البدء بموجبه تنفيذ هذه الخطوات ويعز ذلك بنظر ساليزبري إلى أن اتفاق الرياض يحمل بصمات الصفقات اليمنية السابقة التي فشلت وهو أمر قد يؤدي إلى جولة حرب لأن الاتفاق صيغ بطريقة فضفاضة وبقدر من الغموض الذي كان مطلوبا لحث الخصمين على التوقيع عليه على ما يبدو مجموعة الأزمات الدولية اعتبرت أن الاتفاق يمكن أن يمهد لتسوية سياسية شاملية في اليمن ويجعل المحادثات المرتقبة بين الشرعية والحثيين المدعومين من إيران أكثر شمولا رأي ربما يفسر مغزى الترحيب الدولي بهذا الاتفاق والحديث المعلن عن المحادثات السرية التي تجري حاليا بين الرياض والحثيين بإعاز أمريكي وسط لقاءة غير مسبوقة للمبعوث الأممي مع كبار القادة في المملكة كان آخرها لقاءه مع ولي العهد محمد بن سلمان الذي بحث معه المستجدات على الساحة اليمنية ولي العهد السعودي عبر للمبعوث الأممي عن الأمل بأن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لتفاهمات أوسع بين أبناء الشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية لكن دون أمل كهذا انتصب تحديات ميدانية وسياسية لا حصر لها ترجمة نانسي قنقر